اعتبرت سفارة جمهورية الصين محافظة واسط تجربة ناجحة ومثمرة للتعاون بين الصين والعراق على صعيد المشاريع الاستثمارية جاء ذلك خلال زيارة السفير الصيني إلى محافظة واسط لبحث الفرص الاستثمارية المحتملة معلنا استعداده لتشجيع الشركات الصينية العملاقة للاستثمار في محافظة واسط ضمن مجالات متنوعة نحن مستعدة لتشجيع الشركة الصينية بقيام بأعمال تجالية وتعاونية أكثر وكذلك باستثمار في المحافظة لأن هذه المحافظة تلعب دور ومكان دليل للتعاون بين بلدين من جهتها وجهت حكومة واسط المحلية دعوة لما وصفتها بالشركات الصينية الرصينة لتوسعة مجالات التعاون الاستثماري في قطاعات البنى التحتية وإنشاء معامل للسمنت والبترو كيمويات ودخول المناقصة الدولية لإنشاء مصفى واسط النفطي ضمن 20 فرصة استثمارية عرضت على السفير الصيني جلب الشركات الصينية الرصينة إلى محافظة واسط والعمل في مجال الاستثمار معلنين عن فرصة إنشاء مصفى نفطي في محافظة واسط وعدنا سعادة السفير بأنه سيعمل على استقطاب الشركات الصينية الرصينة للعمل في محافظة واسط والاستثمار في أكثر من مجال تم إعداد خارطة استثمارية مصغرة بحدود 20 فرصة استثمارية تنوعت على قطاعات مجالات استثمارية متعددة ودعوة الشركات الصينية للقدوم في المحافظة وستقوم الهيئة والمحافظة بتقديم كافة التسهيلات وفي محافظة واسط يرى مواطنون أن دخول الشركات الصينية إلى قطاع العمل يعد فرصة جيدة للتنمية وتطوير الاقتصاد مقارنة ببعض الشركات المحلية في ضوء نجاح الاستثمارات الصينية في حقل الأحدى بالنفطي ومحطة كهرباء الزبيدية حقل الأحدى بالكهرباء الزبيدية نجح عندنا والله ياريت ياريت يعني يدخلوننا من جامل قطاع الصناعي البنية التحتية الشركات الصينية سوت شغل أو مش يتوصلوا شغلها يعني جيد جدا مضبوط ويكون نحن بهذا الواقع حالي نريد أن ندور الناس أن نستفاد من عندها دعوة للشركات الصينية وفرص استثمارية في مجالات متعددة عرضتها حكومة واسط المحلية على السفير الصيني أثناء زيارته لمحافظة واسط هذا اليوم من مدينة الكوت أكرم ربيعي الحرة ترجمة نانسي قنقر